نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري احتفالا لتكريم أوائل خريجي الجامعات المصرية أكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرية أن الصورة الإيجابية والمشرفة لنخبة طلاب الجامعات المصرية تعكس مدى اهتمام الدولة بالتعليم وتطويره وتحديثه المستمر بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي الذي أصبح سمة العصر كما قدم التهنئة لأولياء الأمور الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل بناء مستقبل أبنائهم يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة خريجي الجامعات المصرية أقرانهم من الكليات العسكرية لغزل نسيج واحد للدولة المصرية ولحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتعزيز جهود الدولة في استشراف المستقبل وبناء الوطن والتطلع إلى الريادة العالمية ترجمة نانسي قنقر